بسم الله الرحمن الرحيم طلبات الصف الثالث التجاري شعب التأمينات أهلا بكم معاكم ومادة المحاسبة في شركات التأمين هنبدأ في شرح الباب الثاني وهو الإطار النظري والتطبيقي للمحاسبة في فرع التأمين على الحياة الفصل الأول وهو الإطار النظري للمحاسبة في فرع التأمين على الحياة أول حاجة في الفصل هنعرف التأمين على الحياة يعرف التأمين على الحياة بأنه عقد أو وثيقة بين المؤمن وهو شركة التأمين وبين المؤمن له وهو الشخص الطبيعي يلتزم بموجبه الطرف الأول وهو شركة التأمين بتعويض الطرف الثاني وهو الشخص الطبيعي أو المؤمن له بمبلغ معين متفق عليه في العقد ويتم الاتفاق فيه على طريقة الوفاء بقيمة الوثيقة عند نهاية مدة العقد إذا بقي على قيد الحياة أو لورصته أو للمستفدين المحددين في العقد عند وفاة المؤمن له قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد وذلك مقابل أن يلتزم الطرف الثاني وهو المؤمن له بسداد مبالغ دورية تسمى أقصاط بالطريقة وفي المواعيد المحددة بالعقد عقد التأمين له مجموعة من البيانات الأساسية وهي 1. اسم شركة التأمين 2. اسم المؤمن له وعنوانه وتاريخ ميلاده 3. بيانات أخرى عن المؤمن له 4. اسماء الورصة أو المستفدين 5. شروط سداد الأقصاط من حيث القيمة وطريقة السداد 6. الخطر موضوع التأمين ومدة الوثيقة 7. توقيع المؤمن أو من ينوبه والمؤمن له 8. تاريخ التعاقد وتنفيذ الوثيقة 9. اقرار من المؤمن له مقبول أحكام عقد التأمين تعالوا بعد كده هنشوف مع بعض أطراف عقد التأمين أطراف عقد التأمين وهي 1. المؤمن ويمثلها شركة التأمين التي قامت بإبرام العقد مع الشخص الطبيعي 2. المؤمن له وهو الشخص الطبيعي الذي قام بإبرام وثيقة التأمين مع شركة التأمين 3. الورصة أو المستفدين وهم الأشخاص الذين تم تحديدهم في وثيقة التأمين للحصول على قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منهم نشوف بعد كده خصائص وصائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال الخصائص دي هي 1. تعتبر وصائق التأمين على الحياة محددة القيمة 2. بيعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود طويلة الأجل 3. تتوقف وصائق التأمين على الحياة على إرادة المؤمن له 4. يجب توافر المصلحة بين المؤمن له وبين المستفدين في حالة التأمين لصالح مستفدين آخرين 5. يعتبر عقد التأمين على الحياة عقدا مستمرا لا تستطيع شركة التأمين إلغاؤه إلا إذا توقف المؤمن له عن سداد الأقصاد في مواعيدها 6. يمكن للمؤمن له تصفية الوثيقة والحصول على القيمة الاستردادية لها بعد مرور ثلاث سنوات من بدء صريان الوثيقة 7. عندي أقسام وصائق التأمين على الحياة وبتقسم الوصائق إلى ثلاث مجموعات 8. عندي أول مجموعة عقود تأمين ضد خطر الوفاة فقط 9. عقود تأمين في حالة الحياة فقط 10. عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة مع 10. عندي أول مجموعة وهي عقود تأمين ضد خطر الوفاة فقط 11. بتقسم عقود التأمين ضد خطر الوفاة فقط إلى أربع عقود 12. عندي 1. عقود تأمين مدى الحياة 12. وهذا العقد بيكفل الحصول على مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه مقابل أقصاد سنوية تدفع مدى بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة 12. عندي 2. عقود تأمين الحياة المؤقت وفيه تغطي شركة التأمين المؤمن عليه لمدة معينة في العقد وتتعهد بسداد مبلغ التأمين المتفق عليه للورصة أو المستفدين عند وفاة المؤمن عليه 13. عندي 3. تأمين أو عقد تأمين مدى الحياة المؤجل وفيه تغطي شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية معينة حتى تاريخ وفاته 14. تأمين الحياة المؤقت المؤجل وفيه تغطي شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية ولمدة زمنية معينة المجموعة الثانية وهي عقود التأمين في حالة الحياة فقط عندي نوعين من عقد التأمين في حالة الحياة فقط أول عقد وهو عقد التأمين الوقفي وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن عليه أو على حياته بأن تسدد له مبلغا من المال محددا في وصيقة التأمين في حالة بقاء المؤمن له حيا حتى نهاية مدة العقد مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقصات مستحقة عن مدة العقد النوع الثاني وهو عقود تأمين المعاشات وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن عليه على حياته بسداد دفعة متساوية بشكل دوري وعقود تأمين المعاشات بتنقسم إلى أربع أنواع النوع الأول دفعة أو معاش مدى الحياة النوع الثاني معاش مدى الحياة المؤجل النوع الثالث معاش مدى الحياة المؤقت النوع الرابع والأخير وهو معاش الحياة المؤجل المؤقت المجموعة الثالثة وهي عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة معا ودي لها ثلاث أنواع من العقود عندي أول واحد عقد التأمين المختلط وفيه تتعهد شركة التأمين بسداد قيمة التأمين المتفق عليه في العقد للورسة أو المستفدي ده في حالة وفاة المؤمن له كما تتعهد بسداد قيمة التأمين إلى المؤمن له إذا ما بقي حيا حتى نهاية مدة العقد مقابل أقصات يدفعها المؤمن له النوع الثاني عقد التأمين المختلط المضاعف وفيه تتعهد شركة التأمين على أن تقوم بسداد قيمة التأمين المحدد في العقد إلى الورسة أو المستفدين في حالة وفاة المؤمن له أما إذا ما بقي حيا حتى نهاية مدة العقد فإنه يتقاض ضعف مبلغ التأمين المتفق عليه وذلك مقابل أقصات معينة متفق عليها في العقد النوع الثالث والأخير عقد التأمين المختلط النسبي وفيه تتعهد شركة التأمين سداد مبلغ التأمين المحدد في العقد إلى الورسة أو المستفدين في حالة وفاة المؤمن له